مرحبا يا حلوين جنود الحب Armies of love Thank you for being here هذا الأسبوع كان أسبوع مش سهل لإلنا كلنا ومن خلاله كمان عم بيصير فيه تنظيفات كبار ووعي أكبر وأكبر وأكبر عن اللي عم بيصير وبعرف إنه إذا أنت هون أنت واعي عن هاي الشغلة وشافة من رحلة الوعي هي نفهم إيش دورنا بهدون الأمور اللي مرات بنحسهم أكبر منا وبيخلونا نحس حالنا صغار 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 بس دايماً حتى بالحياة بس بدنا تغيير التغيير ما بيصير عشان فجأة إشي بتغير التغيير بيصير عشان عم بتحطي عادات تغييرات صغار صغار وعم تعمليها كل يوم شأفة 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 وخلال سنة صار في تغيير كبير عشان كل يوم أخذتي خطوة ونفس الشي بالتغيير الوعي التغيير الكولكتف التغييري هالآن بيصير بالعالم اللي هو كل شخص بيحط بذره بيحط شأفته بيحط صوت بيحط كلام بيحط وعي بيحط طاقة بيحط حب وبس نجمع كل هدون الطاقات مع بعض هون التغيير بيصير بحب أشكرك أنه أنت اليوم عم بتعملي اللي عم تقدري عليه وهذا إشي جميل جدا واليوم حبيت ندردش عن موضوع مهم لكل أنت بالعالم العربي واللي هو شو فهم القوة تبعت الفامنين الفامنين مش يعني زلمة وست عشان كل ست فيها ماسكلين وفامنين وكل زلمة فيه ماسكلين وفامنين بس أكتريتنا ستات عنا أكتر من هاي الطاقة الأنثوية وزلام عادة عندهن أكتر من هاي الطاقة الماسكلين فإيش قوة الطاقة الفامنين؟ هذا إشي I go so deep بالأويكند وومن انيشيشن اللي أجلته شهر واحد عشان اللي عم بيصير بس اللي مهم نفهمه العالم الأنثوي هو عالم داخلي هو عالم روحي هو عالم عاطفي هو عالم عميق القوة اللي الرجال بقدروا يقدموها للعالم وبتقدر تشوفيها بعينيكي كبار قويين عضل قوة جسدية قوة مادية قوة بتحرك الجبال عن الرجل هي بتقدر تحمي عالأرض هي بتعمل جيوش قوية بتعمل بيوت بتحرك البلاط بتعمل إشي تقيل عالأرض القوة الأنثوية هي بالدفاع الروحاني الدفاع الروحاني إيش يعني؟ كيف بدي أشارك هاي المعلومة؟ كتير من المعلمين الروحانيين حكوا عن كيف كتير أسهل للست تكون عندها صحوة روحية علشان أحنا أصلا طبيعتنا كتير أقرب لعواطفنا اللي هني الباب للروح فعشان هيك الست زي ما هي بدون ما تجرب أصلا هي طاقة روحية هي طاقة روحانية هي طاقة متصلة فبنفس الطريقة زي ما أحنا مشبوكين naturally بالروح بالدفينيتي بالسپيريت بالسورس زي ما أحنا naturally مشبوكين عالنا القوة ندافع على هدون الديمانشنز الروحانية فعشان هيك مثلا بس أم ظلها تدعي لأولادها هن عن جد بصيروا أكتر بأمان بس المرت تدعي لجوزها بس تفوتي ديب مداتيشن وتحطي بروتكشن على حالك وعلى عيلتك أكيد كلكم شفتوا الفيديو كتير كتير لمسأل بي عن الأم اللي من غزة اللي سلط وطلبت من الله أنه يحمي بيتها ويحمي أولادها وطلبت طلب واحد أنه الأولاد ما يفيقوا بالليل عشان يقدر يناموا يقدر يرتاحوا ويفيقوا النهار اللي بعده بطاقة أجدد وكاملة فعملت هذا الفيديو وطبعا ما فقوا الأولاد وظلهم نايمين كل الليل حتى لو فيه قصف كل الليل عشان قوة الأم قوة الأخت قوة البنت قوة الأنثى هي بتيجي كتير كتير قوية بالعوالم الروحانية وعشان هيك بس نحكي The Feminist Rising عم نحكي أنه هاي القوة عم تتشعل داخل كلنا فهي عم تتدخل بالنساء وبالإزلام مش بس بالنساء بس هي قوة من energy الطاقة الأنثوية ف إيش يعني كيفنا ناخد هاي المعلومة نقدر نفاعل جواتنا هاي القوة ونقدمها للعالم وكل أشياء اللي عم بيصير اليوم دعائنا بالmeditation إذا منعمل visualizations قوية كل ما نجمع أكتر ناس مع بعض كل ما نقدر نفوت مع بعض بهاي الحالة التواصل وندعي لأهل غزة ندعي لأهل فلسطين ندعي لكل حدا بالعالم عم بيمر بعنف وبصعوبات ما منقدر نتخيلها ندعي أنه يكونوا دايما protected محميين ويكونوا دايما عم بيلاقوا القوة اللي جواتهم وعم بيتذكروا أنه في plan في خارطة في حقيقة أكبر من الإشي اللي أحنا عم نشوفه قدامنا وهاي هي spiritual truth bigger picture الإشي اللي دايما أحنا بدنا إياه بالعالم اللي كتير عم بيمشي through the masculine ways the masculine paradigm بيخلينا نصدق أنه بس الإشي اللي بقدر أمسكه هو إلو value إلو ثمن إلو حق بس بالعالم الأنثوي بالعالم feminine paradise اللي عم نخلقه مع بعض عم نتذكر أنه الإشي اللي بعيش هو قلبنا هو أقوى إشي بهذا الكوكب بهذا العالم فخلينا نذكر مع بعض أنه قوة المرأة هي قوة her spiritual protection نقدر ندافع بالعوالم الروحانية خلينا نعملها مع بعض هلأ ناخد نفس نمسك هذا المصدر اللي جواتنا اللي متصل اللي قوي اللي ممكن وأول شي نخلق حوالينا هاي الطاقة الأنرجي الحماية الحب أنه وين ما نروح منقدر نشارك بهاي الطاقة وبعدين ناخدها ونعطيها كمان للناس منحبهم أهلنا صحابنا وطبعا نمرقها full spiritual protection لكل حدا بفلسطين كل حدا بغزة كل أم كل طفل كل زلمة كل أخ كل أب كل اللي عم بيساعدوا الvolunteers اللي لساتهم كمان هناك عم بيساعدوا بكل ألبهم بكل روحهم وبكل جسدهم خلي هاي البروتكشن تحميهم جسديا روحيا عاطفيا حسوا بهاي القوة حتى لو كل شي براتهم عم بيجرب بيكسر هاي القوة ونتذكر إنه أحنا عم نلعب لعبة روحية أحنا مش إنسان عنده روح أحنا روح بجسم إنسان فبيهدون الأوقات بالحياة خلينا نتذكر هاي الشغلة ونتذكر قوتنا أحنا سبسيفيكلي كومن ونعطي هاي الهدية للعالم ونعطي حبنا للعالم ونعطي هذا لكل حدا بيعوزه وبتمنى إنه هذا الفيديو ساعدك اليوم وعطاكي معلومة مفيدة إذا حبيتي بليز حطي لايك سبسكرايب للشانل عشون أشوفك كمان مرة أسبوع الشاي وإذا بتحبي تفوتي بأكتر عمق بهدون الفيمينين برنسيبلز اكبسي بلو عندي لينك للإنر سيركل كل شهر نتلاقى أنا وقروب ستات كتير 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 حلوين وقويين ونحكي عن هدول المواضيع ونتعلم مع بعض وبنترفق مع بعض فإذا هذا بهمك بليز شوفي اللينك بلو وتذكري إنه تضلك متذكرة قوتك اليوم وكل يوم وبشوفك لسبوع الشاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر